اشتركوا في القناة ما بين برج الدلو لبرج الحوت ذكرناها في حلقة الامس القمر الان موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وتسعة دقائق من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر طبعا زي ما حكينا احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا مستمر من الساعة 11 وسبع دقائق من ظهر اليوم الاربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 6 وخمسة واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج الحوت يعني احنا منبث الحلقة ساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش يعني ضايله تقريبا بحدود الاربع ساعات وخمسة واربعين دقيقة بعدين بانتهي خلو المسار يعني هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا احنا ما رح نذكر اي شيء عن مقوته في برج الدلو رح نذكر كأن القمر انتقل لبرج الحوت هذا اليوم الساعة 6 وخمسة واربعين دقيقة مساءا من مساء اليوم القمر بنتقل وباستقر في برج الحوت عشان هيك بتبلش من الان تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة نقع في حبائل الغرام او بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور او اقتناء الى التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ابتداء من اليوم بتبلش الزوايا اتهل اللي هي الزوايا الجديدة اللي راح تتشكل بداية هذا الشهر فاول زاوية هي زاوية الاقتران الايجابية اللي بلش تأثيرها اليوم بين الشمس وبين عطارد طبعا تأثيراتها من اليوم لغاية يوم 14-11 ذروتها يوم 8-11 الساعة 44 دقيقة مساء وعادة لما بصير اي اتصال ما بين الشمس وبين عطارد اتصال ايجابي هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اوشكت على نهايتها يعني الضاليلها يومين وبتنتهي هيها زاوية الاقتران الايجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية يوم 5-11 طبعا هاي تعطي نظرة ايجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين اورانوس وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية 16-11 طبعا هي تأثيراتها من يوم 21-8-16-11 يعني هاي زاوية مدتها طويلة ومنذكرها كل يوم لغاية ما تنتهي هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر وعنها ثلاث زوايا هي زوايا ايجابية رح تكون ما بين القمر وما بين عطارد أو ما بين القمر والشمس أو ما بين القمر والزهرة يعني الثلاث زوايا هدولة زوايا تثليث اليوم رح يتشكلوا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهذه تأثيراتها تقريبا من منتصف الليل لغاية ساعات المساء هي زاوية ذروتها الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من الشعور بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة ثنتين عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء من التجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون ذروتها الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة الظهر تقريبا لغاية ساعات منتصف الليل وما بعد هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي لازم نبعد عن أي عمليات جراحية لإلها ولكن ممكن مراجعة طبيب أو إجراء علاجات أو فحصات لهاي الأمور اللي يعولش عن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الأندروفين وهو المسؤول عن الألم وهذا الهرمون بخلينا بالفترة هاي نشعر بالألم أكثر من الأيام العادية يعني بيكون هيك إحساسنا بالألم أكثر فعشان هيك بنحتاج لمسكنات وبرضو عنا مشكلة بتصير في الميتالونين وهو هرمون المساعد على النوم عشان هيك بصير عند الناس أرق أو قلة نوم أو نوع من الكوابيس والأحلام المزعجة بالفترة هاي بيضطروا أنه بعض الناس يأخذوا أدوية بتساعدهم على النوم بالنسبة لهذا اليوم طبعا هو من أفضل الأيام لإجراء العمليات الجراحية أو العمليات التجميلية مثل الحقن والجراحة وأيضا من الأيام الممتازة جدا لعمليات قص الشعر التجميلي والصبغ والحنة والقص العلاجي لأنه الزهرة بتشكل زاوية تثليث والشمس زاوية تثليث يعني فهاي بتعطي قوة لهذا الموضوع ولكن لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد لأنه اليوم بعض طاقة لعملية الإنبات للشعر وصيانته أو تصليحه فعشان هيك إزالته اللهم اللي عندهم مشاكل وبدهم يشيلوا الشعر بالليزر أو بعانوا من كثافة الشعر فهاي الفترة لا تصلح لهم بالنسبة للقمر بما إنه في برج الحوت رح يستقر معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة أربعة أحد عشر اللي هو يوم الغد طبعا رح يبدأ خلو المسار الساعة عشر وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة أحد عشر أصدقك مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره التسع أيام في تمام الساعة 11 وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي الآن سعيدة بنسبة 100% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 14 وسعيد بنسبة 70% الآن موعد بث الحلقة في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 45% لغاية ساعات الصباح بصير 70% ساعات العصر ترتفع ل85% ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة إلى 45% في ساعات المساء المتأخرة لقرابة منتصف الليل بتنزل نسبة السعادة أو بصير منتحس بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورا نصف الثور بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شأنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتحاولوا أنكوا تخلدوا للراحة طبعا هذا اليوم يعتبر من أضعف وأقل أيام الشهر حضا لأنه القمر في بيت المتاعب ليوم الجمعة بمساء يوم الجمعة أو منتصف ليل الجمعة على السبت فعشان هيك اليوم السبت لا تشعروا بنوع من أنواع التحسن فحاولوا خلال أيام هاي إنكوا ما تراهنوا على الحضوض حاولوا إنكوا برضو ما تحسموا أي أمر ما تصدروا قرارات حاسمة ابعدوا عن الخلافات ابعدوا عن المشاكل في هاي الفترة بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب حاولوا إنكوا تكونوا جاهزين ومتوقعين إنه يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة في هاي الفترة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم برضو بتنشطوا ما بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون ما بينكوا وبين أصدقائكم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو بمساعدة أحدهم حاولوا إنكوا تطلب المساعدة وما تترددوا برضو بتقديم المساعدة لبعض الأشخاص اللي بتطلبوها منكم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء أو الجيران أهمش إنه اليوم ما تبقوا واحدين لأنه معظم المكاسب يبتيجي من علاقاتكم الاجتماعية واليوم برضو ممكن تنشطوا اجتماعيا أو يتوجه لكوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو حتى أنه يكون في اتصال مفاجئ من بعض الأصدقاء القدامى حاولوا أنه اليوم تخرجوا للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اليوم اثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر عندكم المسؤوليات وبتشتعروا ببعض الاضطراب ممكن يكون بسبب العصبية أو سوء تفاهم الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم الاجتماعية وخصوصا مع الأشخاص اللي بيكونوا بطبقة مرموقة أو بمناصب ممكن تعيشوا في هاي الفترة جو من أجواء الامتحانات أو الضغط على حياتكم اليومية أهم إش إنك ما تكون مهمل وتركز بشكل جيد لأنه الوضع مش ما فيه أي بوادر للمغامرات أو المراهنات أو تشويه السمعة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميز لأن القمر الآن استقر في البيت التاسع اللي رح يشجعكم على الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى أمور العلاقة بالسفر أو الهجرة أو تعزيز العلاقات مع الأحبة بالفترة هاي وعشان هيك بالنسبة السعودة للقمر للشمس الزوايا الإيجابية ونجاح هذا اليوم فبتنجحوا زي ما حكينا بأي شيء العلاقة بخارج البلاد وبتنجحوا بأمور السفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا بالتفاهم أحبكم أحباءكم أهم إش إنه ما ترتجلوا أي عمل ما تستخفوا بالواجبات الأضواء مسلطة عليكم وبتكونوا جاهزين لتحمل المسئولية تعتبر هاي فترة مهمة ولازم إنك تكسب منها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم إش إنكم تحذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أو مالية وإنتوا بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو ضريبة أو تأمين أو قرض بنكي أو بتنشغلوا بتخليص معاملات رسمية الأجواء جيدة ودعم لكم على المستوى المالي وفي بعض الحلول اللي ممكن إنكم تطلعوا فيها خلال هذا اليوم وتكون لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما الآن فهو بيدعمكم على مستوى أمور الشراكة فبتتعزز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء العمل أو العاطفة وهي فترة مناسبة لتعزيز العلاقات معهم وبرضو لتعزيز العلاقة مع الأزواج وتعتبر هاي فترة لأن القمر مقابلك تماما فيها نوع من أنواع صعوبة اللي ممكن إنها تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحضرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر أو سوء التفاهم أو اتخاذ قرارات حاسمة ابعد عن المشاكل على أنواعها ما في داعي لأي مواجهات خلال هذا اليوم لأنها مش لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت السادس معناته بيت العمل والصحة هنا اليوم تركيز كله رح يكون على العمل لأنه بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أو بصير فيه كثافة بالعمل فعشان هيك بتكون تحاول أنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية اطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة وتعتبر هذه فترة مهمة جدا فحاول أنك تهتم بعملك وإنجاز عمالك لما تتراكم عندك وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتجتازه بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح لأنه القمر موجود في البيت الخامس اللي بعطيكم دعم قوي جدا على مستوى الحضوض والطاقة والعلاقات والترفيه والنشاط الفني وحتى علاقاتكم بالأحبة والأبناء فعشان هيك بدعوك اليوم للإبكار لنشاطاتك عدم تضيع الفرص من إيدك حضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو تطلق إيجابي أو إشارة مهمة بدك تحاول أنك تكون مبسوط اليوم أو سعيد لأن الحض رح يكون بشكل قوي لصالحك في كثير من الأمور وفي أخبار رح تسر بالك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن صار موجود ببيت البيت أو بيت العائلة فالتركيز اليوم كله رح يكون على أمور إلها علاقة بالبيت أو إدخال تعديلات مطلوبة على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية تصليحات ترميمات أو اهتمامات إلها علاقة بالوضع الاجتماعي العائلي فعشان هيك بدك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين طبعا القمر بيشجعك على تكرار المحاولات برضو هذا يوم مناسب لاستئجار أو بيع أو شراء أو حتى الاهتمام بأي مسائل عقارية بترتفع نسب الحضوض عندك بشكل كبير وأيضا عن المستوى العاطفي ممتاز برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب جدا يعني بالنسبة لحركتك اليوم ما رح تهدأ اتصالاتك ما رح تقل يعني رح يكون عندك نشاط عالي جدا وفي منك رح يخرج بنزهة قصيرة ومإمكان كل يوم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجران حتى مع الأحبة أو تتناقشوا معهم بموضوع وتقنعوهم لأنه عنك قدرة على الإقناع عالي جدا وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب عشان هيك لا تضيع هذا اليوم من إيدك في منك رح يتم ببعض المواضيع اللي بتتعلق بالإلكترونيات أو بالسيارات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر اليوم موجود في بيت المال فعشان هيك التركيز كله رح يكون على الوضع المالي أو تحسين وضع مالي معين أو حل بعض الأمور المالية المعقدة زي فواتير ودفعات والتزامات وفي بعضكم رح يحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتهم وبعضهم رح يحصل على أموال من عمل إضافي أو مستردات هبات هدية جائزة وبتقدروا تبحثوا عن الوسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي خلال هذا اليوم اليوم بتستعيدوا ثقاتكم بنفسكم ولكن بتكونوا حذرين من المبالغة بمصاريفكم أو عطاءاتكم اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة فعشان هيك بتكونوا تبعدوا عن النزوات التسوق وصرف الفلوس بدون حساب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر اليوم موجود فيه عندكم فعشان هيك اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود اللي في الأيام الماضية كان ضاغط عليكم بشكل كبير وسبب لكم تأقيرات فاليوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع فعشان هيك حاولوا أنكم تعززوا معنوياتكم من جديد اليوم بتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم وتعتبر هاي فترة فيها بداية يعني حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة وتعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر فعشان هيك لازم تستغلها لأنها جيدة على المستوى النفسي على المستوى العاطفي على مستوى الحدود يعني في دعم كبير في خلال هاي الأيام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر